أكد محافظ ومعان حسن جبور جاهزية خطة الطوارئ للأحوال الجوية المتوقعة خلال موسم الشتاء مشددا على تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين بالصورة المطلوبة والاستعداد الأمثل لاستقبال فصل الشتاء واتخاذ التدابير اللازمة لجاهزية غرفة العمليات وعلى مدار الساعة وقال المحافظ خلال ترأس اجتماع للمجلس التنفيذي ولجنة الدفاع المدني للمحافظة للمحافظة انه سيتم فتح غرفي الطوارئ في جميع الوحدات الإدارية وجميع المديريات الخدمية داخل المحافظة اجتماع للمجلس التنفيذي مع رؤساء البلديات لمناقشة خطة الطوارئ لفصل الشتاء هذه الخطة التي تحدث سنويا يحدث فيها المناطق الساخنة والاجراءات المطلوبة من كل جهة معنية الهدف منها حماية المواطنين وحماية الممتلكات وان شاء الله انه يمر الشتاء آمن وامطار الخير تعم المملكة